السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ قليل تم إعلان أو الإفراج عن لوائح مباريات الاختبارات الشفوية الخاصة بالجهة الشرقية ولكن هنا لا أريد تكلم عن لائحة المقبولة لأنني سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف ولكن ما أود أن أنويه به وأريد أن أحذر به باقي المترشحين ومن خلال هذا الإعلان تقول الأكاديمية تعلي الأكاديمية الجهوية للتربية وتكوين لجهة الشرق إلى علم كافة المترشحات والمترشحين المقبولين لشياذة الاختبارات الشفوية الخاصة بمباراة توضيف أطول الأكاديمية دورة نونبر 2020 أنه يتعين عليهم موازات مع الشياذة الاختبارات الشفوية تسليم النسخ أو النسخة الورقية لملفات ترشيحين التي سبق لهم تحميلها على البوابة الإلكترونية للمباراة يعني داروا تكون عندهم النسخ كيف قلنا ديل ملف اللي كانوا يدفعوا أو ديروا في إيداع ملف الترشيح في الموقع مع العلم أن ما يسمى أكاديمية جهة خنفرة بن ملال لم يتم الإشارة لهذا الأمر بل كل ما طلبوا هو البطاقة الوطنية لهذا باش ما تكون شي مفاجأة باش ما يكونش يعني شي إقصاء بشكل غير مباشر المرجو من كل المترشيحين اللي غادي يجهزوا المباراة دي الشفوية أنهم ياخدوا معهم الوثائق الكاملة ياخدوا النسخ وأيضا ياخدوا معهم الوثائق الأصلية علاش خدسك تاخد حتى الوثائق الأصلية علاش خدسك تديت الإجازة الأصلية وأنت غادي بنسخة لها غادي نشرح علاش خدسك تدي المصادقة ديال هذه الإجازة وش ما كتبريمش الموقع طاعة هذه الأصلية يعني ضروري تبريمحنا الآن ما غاديش تتصادقة لها وإنما غادي بنسخة يقدر يطلبوا منك الأصلية ورينها سيدي الأصلية ديالك باش يتحققوا منهم على مال بطاقة الوطنية بطبيعة الحال والوصل ديال الترشيح وطبيعة الحال التزام هو الوحيد اللي غادي يكون مصادق عليه لهذا المرجو أيضا أخذ الوثائق الأصلية وليس فقط النسخ الورقية واللي هي بطبيعة الحال نسخة من البطاقة الوطنية وبطبيعة الحال تدي معك البطاقة الوطنية ديالك والشهادة ديال الإجازة بطبيعة الحال الأصلية ووحد الفوتوكوب بديالها يعني ربما تخليه تمك زائد وصل الترشيح اللي كنا ديجا خرجناه وآخر حاجة هو الالتزام وهو الوثيقة الوحيدة التي طلبوا المصادقة عليها لأن تقريبا هي كل شيء بالنسبة لهم يعني هذه الوثيقة الالتزام هي اللي كتأكد أنك تقبل تعاقد وما إلى ذلك يعني هذه الأربعة وطائق لا بد من أخذها معكم ومعها أيضا شهادة الإجازة الأصلية أو ديبلومات أخرى يعني باش من يتقدموا من يديروا التخطين في الشفاوي يعني يتيروا التجارب اللي كانت تعدكم صادقة إلا وغدت أكدوها بشواهد عمله يعني في مدارس خاصة سابقة أو في إدارات خاصة سابقة يعني شحال ما أديتوا معكم الشواهد يعني الدليل على أنكم درتوا واحد تجربة شحال ما غاد يكون أفضل بالنسبة لكم مرة تقدر تقولين في التقديم رعا عندي تجربة كذا وكذا وكذا يقول لك أين الدليل يعني هنا دليل طبيعي الحال يعني يريدونه ورقيا يعني كرت هذا الأمر هذا أكثر من مرة وكنت مننا أنه من بعد ما يجي نشي واحد يقول لي يا رانسيتي حاجة وراء وقالوا لي وقالوا لي وقالوا لي كنت مننا كل التوفيق إن شاء الله وكنت منه الجميع الخير إن شاء الله تحيتي لكم وأتمنى لكم التوفيق أعيد وأذكر أنه لحد الساعة الأكاديمي الجهوية ديال بن ميل الخنفراء وجهة شرق فقط هم من أعلنوا عن اللوائح الخاصة بمباريات الشفوي تحياتي لكم وأتمنى لكم كل التوفيق